امبارح كمان وزارة الداخلية نشرت فيديو عن الجهود اللي قامت بها اجهزة الوزارة والقضايا اللي تم ضبطها خلال اسبوع تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار اسبوع نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الامنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم اسفرت جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع عن ضبط 32 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 527 استوانات بوتاجاز وضبط 14 قضية مواد بيترولية بمضبطات بلغت اكثر من 389 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء اضافة الى ضبط 11166 قضية السلع غزائية وتموينية بمضبطات وزنت 1834 طن سلع غزائية وتموينية متنوعة كما تم ضبط 67 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبطات بلغت قرابة 562 ونصف طن كما تم ضبط 16 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت اكثر من 82 طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2510 قضية في مجال البيع بازياد من السعر بمضبطات بلغت اكثر من 141 طن سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 119 قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت اكثر من 128 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط سلاس قضايا في مجال البيع بازياد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت 44 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 304 977 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 63 684 مخالفة تجاوز السرع المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم اجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4402 من قائد المركبات تبين ايجابية عدد 211 سائقا منهم كما تم المرور على 145 مدرسة واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 456 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 449 مركبة تبين صلاحيتهم جميعا كما تم رفع 530 سيارة و47 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 12690 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط 2044 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 2551 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 4200 واثنتين مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 5380 مخالفة ملسقات وضبط 130 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 367 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79.789 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 80.22.345 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 277 قضية من بينها 151 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و126 قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 57 قضية بقيمة مالية بلغت 101.737.727 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1633 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار وثلاثة ملايين جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4 ملايين و 895 ألفا و 414 جنيها